نرجى بقى برده والسؤال اللي كل الناس بتسأله كامير مصطفى النهاردة كان عايز ايه من المباراة وايه النهاردة اللي خلاه غير موفق كابتن طهر كامير مصطفى النهاردة كان يعني بيرودوا افكار متنوعة هو كان عنده بلا عشمال انه ممكن يخطف جوله يعني يعمل حاجة بدليل انه حتى في الكلام لما اتكلم قال النادي ايدي حاجة كبيرة جدا لا مانع ان احنا نحاول ان احنا نكسب دي برضو حطاه انما هو ما دفعش كويس لا منحس العدد ولا منحس الضغط لا ضغط على النادي الالي ولا عمل كسافة عددية تمنع التمريرات اللي بتتم دي كلها ولكن لعب انتعرف لا يدافع كويس ولا بيهاجم كويس عشان كده النادي الالي خد راحة كبيرة جدا انا ما بقولش ممكن برضو يدافع النادي الالي برضو يقدي بشكل كويس بس انا بتكلم على ان هو ما دفعش كويس منحس الكسافة العددية اللي جناب فيها فلاغات العمق فيه فلاغات الفريق ما هوش كومباكت لحمة واحدة خطط جنب بعضها وقافل خالص بحس ما يديكش اي تعملها لبداليل ان اللحبة اللي عملها افشا ما تتعملش ابدا داخل التمنتاشر بالسهولة دي ابدا البنترشن اللي هو عمله ده في داخل التمنتاشر دي ممكن تتعمل من بعيد بعمل البنترشن من بعيد لكن مع عدم الكسافة العددية عدم الضغط عدم التمركز الكويس ده خلاه انه هو لا بيدافع ولا بيهاجم عشان كده هو المباراة كان بالنسبة لنادي اللي سهلة جدا هو لو فكر تفكير ان انا ألعب دافع بس يعني ان انا دافع وألعب على اكواحد وموجود كونتر اتاك قدام كان ممكن يعطل الهدف الاول للنادي الاهل ما يجيش في الوقت ده على الاقل يعطله بقدر الامكان يعطله بحيث ان انا عدى عفطايم وانا بدافع وقافل تماما كل المنافس الا بقى لو النادي لقى لشيط من بعيد ولا حاجات حاجات لها ارادية لكن انا ادي له جابس يعني انا تمريرات وانتهات والناس داخلت 18 وبتساق يعني رأي حركة ان هو لم يوفق في الجزء الدفاع لا الدفاع ولا هجومي ولا هجومي لان هو ما تفكرش في حاجة واحدة لازم تفكر في الاول حاجة مهمة جدا اقفل تماما طيب يعني هو طبعا اكيد زي من الدكتور طه بعيد عن النواحي الهجومية لاني من الواضح اني اني تام عنده مشكلة في النواحي الهجومية لان هو احاس خمس اهداف فقط لغير يعني له خمس اهداف فقط لغير فمن الواضح اني النواحي الهجومية عنده نواحي ضعيفة النواحي الدفاعية يمكن احنا اتكلمنا قبل المطش وقونا انه هجي فيه سبع اهداف فقط لغير يعني معنى زلك بيجيدها بشكل كويس ولكن النواحي ده لا يجيد التماكز الدفاعي تماما بالنسبة للفئيل مقص اخطاء قاتلة بالنسبة للفئيل مقص اما نيجي نبص النادي الاهلي النادي الاهلي النادي اشتغل بلمة كزية حتى لو النادي الاهلي النادي اشتغل من القطاف واشتغل من العمق انما لو عرفت تتوقف لعيبتك كويس انا اعتقد كان تممكن تصعب على النادي الاهلي لاني اسهل حاجة في الدنيا انا كنت عرف تدفع كويس اصعب حاجة انا كنت عرف تهاجم فالدفاع ان انا اقضي دافع دي دي سهلة بالنسبة لكانت تتامل النادي ايضا يعملها بعيداً أنا مش عايز أزلم تعمل لأن كوالة اللعيبة اللي موجود هو دي إمكانات اللعيبة اللي موجودة معاه كان اللفعونه وأنا قلت قبل اللقاء كان اللفعونه إنما إنما وقفة اللعيبة كمان في الملعب وقفة سيئة لما نيجي نبص مثلاً زي ما قلت لك الهدف التاني اختارك راجل بيعدي جي واضح إن هو مختارك الدفاع وكلهم سايبين وبيتفرجوا عليه مش شايفين في ظهرهم يعني ما عرفش كمان أول ما نادي الأهلي دي وصل لنص الملعب يعني معنى ذلك إن أنا لازم أقفل عند منطقة الثمانتاشر بتاعتي ملعبش على فسايت مع لعيبة النادي الأهلي وهو عنده لعيبة بتاعها في تختارك زي حسين الشحات زي المكسوني زي حتى قاله يدينجي لما بيجي من تحت فما ينفعش إن أنا ألعب على التسللات مع النادي الأهلي لازم أقفل بشكل كويس فهو لم يجيد التعامل لا من الأجناب ولا من العمك كمان ودي فوسك بيا للنادي الأهلي إن هو يقدر يجيب قائبة أهداف وكان ممكن النادي الأهلي يجيب أكتر من قائبة أهداف صحيح كابتن أماندي يعني زي ما لدوكسي طاقة أبن أحمد هو كان بين نارين أهاجم ولا أدافع ولا عارف يهاجم ولا عارف يدافع والمساحات كانت كبيرة جدا في خط ظهر مصر مقاصة إدى فرصة النادي الأهلي نلعب بين الخطوط بشكل كبير جدا أنا لو عايز أدافع مفروض إن الحتة دي بتكون مقفولة من عن 18 لنص الملعب بلعب كومباكت بتقفل بشكل كبير جدا الشراسة الدفاعية ما كانتش موجودة يعني ما تحسش إن لعبة مصر مقاصة بتضغط بشراسة الاحتكاكات التحامات أنا ما شفتاش النهاردة صراحة بالنسبة لمصر مقاصة ده أثر معهم بشكل كبير جدا إصرار لعبة الأهلي وإحراز الهدف الأول بدري ده أربك لعبة مصر مقاصة بشكل كبير جدا وما قدروش يتمسكوا يعني خلاص الفرقة بقت شبهم وهلهلة النهارة لقدر يخترق كتير جدا فريق مصر مقاصة ولعب خط دهر بشكل كبير جدا فطبعا دي كلها كانت غلطات دفاعية كبيرة جدا لمصر مقاصة تتذكر أنا قلت لك إن هو كان المفروض في البداية وأنا كنت متوقع إن هو يتعامل تكتيكيا بنحية نفسية إن أنا أمنع الهدف الأول على النادي الأهلي أطول هو ما نجحش فيدي لأنه كان بلعب مفيش لضغط على فكرة هو معذور لأن برضو العينة والفالنس أولا فريق ده استهلك أعداد منه كبيرة جدا خرجت كل سنة بيخرج منه النجوم كبارة صح أربعة خمسة كل سنة أربعة خمسة أصبح مفيش عنده فرقة بصراحة صح فهو معذور هو الماشا اللي معاه يعني صعب جدا